يبدو أن سيناريو الجلسة التشرعية الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الفائت التي عدلت بقانون الانتخاب إن بالزمان وإن بإصلاحاته سيتكرر هذا الثلاثاء فبعدما أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هذا القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه منطلقا من حقه الدستوري ومعلنا الأمر قانونا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بر لجان المشترك إلى جلسة بعد يومين لدرس رد قانون الانتخاب واضح أن التيار الوطني الحر سيكون مرة جديدة شبهة وحيدة عبر اعتراضه على هذه التعديلات التي أسقطت كل البنود الإصلاحية إنما يتعلق بحق المنتشرين اقتراعا وترشحا وأن عبر الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة وتقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار من هنا قدر التيار مبادرة الرئيس عون إلى ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية نيابية على قانون الانتخاب والتي نسفت الإصلاحات ويتمسك فيما لو جددت الأكثرية هذا الموقف بالذهاب إلى الطعن أمام المجلس الدستوري حتى اللحظة لم يتغير موقف حزب الله الذي استغرب نوابه خلال الجلسة السابقة تغيير موقف بعض الكتل من الست مقاعد وهو الذي أكد أنه يؤيدها وسينتظر موقف القيادة الحاسم قبل الجلسة أحد أطراف الثنائي الشعي الآخر أي حركة أمل أيضا متبسك بموقفه المؤكد على كل التعديلات السابقة وتقول مصادره ننطلق من قناعتنا بهذه التعديلات وسنبقى عليها وخلال الجلسة سنناقش بدقة وتفصيل أسباب رد القانون على غرار موقف كتلة التحرير والتنمية سيكون موقف القوات اللبنانية عبر تأكيد التعديلات السابقة تحديدا نست نواب ولكن برز موقف مستجد إذ أكد مصدر من كتلة الجمهورية القوية أن التشاور سيكون بخصوص تاريخ الانتخابات إذ من الأفضل أن تكون في أيار وليس في أذار بسبب التقص أولا وسيعمل على حل هذا الأمر ولكن من دون أن يأخذ أي طابع ضد المسلمين خصوصا وأن شهر رمضان سيصادف في نفس الوقت فيما يقول مصدر قواتي آخر صرنا مع وادين كل أنون ما بيعجب التيار بيطعنوا فيه ومن شهر رمضان وأن الصوم عند المسلمين يكون حتى المغرب وليس حتى الظهر كما عند المساحيين ينطلق مصدر نيابي في تيار المستقبل ليقول نحن على موقفنا المبدئي من كل التعديلات التي أقرت والثلاثاء صباحا سنعقد اجتماعا للكتلة من دون أن يخفي خشيته من أن يحدث خلال الفترة بين أذار وأيار أي أمر يؤدي إلى تطيير أو تأجيل الانتخابات أما اللقاء الديمقراطي فيتمسك أيضا بموقفه وتصويت نوابه على التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة بقانون الانتخاب